تطورات عسكرية متسارعة شمال غربي سوريا تهدد بانهيار اتفاق سوتشي المبرم ما بين الروس والأتراك في أيلول الماضي والذي لم يعلن حتى اللحظة عن انهياره في مسعى للحلولة دون انزلاق النظام والمعارضة المسلحة نحو صدام عسكري يصعب التحكم به المعارضة التي حرصت على انجاح الاتفاق دعما للموقف التركي فوجئت بهجوم قوات النظام بداية الشهر الحالي ولكنها امتصت الصدمة وشنت اكثر من هجوم معاكس ناجح ويعزز الهجوم الذي شنته المعارضة السورية لاستعادة بلدة كفرنبودا ان الطرفين التركي والروسي وصلا الى طريق مسدود اذ تشترط موسكو تثبيت نقاط السيطرة كما هي عليه مقابل وقف اطلاق النار فيما تصر انقرة على عودة قوات النظام الى نقاط تمركزها السابقة ما يعني خروجها من مدينة قلعة المضيق ومواقع اخرى الحكومة التركية تعتبر الاوضاع شمال غربي سوريا تمس امنها القومي وهو ما ترجمته على الارض من خلال دعم فصائل المعارضة من اجل الصمود للحيلولة دون توغل قوات النظام في عمق محافظة ادلب وهو ما يخلق ازمات انسانية ترتد تبعاتها السلبية على الاتراك وعلى نقيض الاتراك يحاول الروس فرض واقع جديد لصالح نظام الاسد بقوة السلاح منطلقين من ثابت سياسي بان جميع الاراضي السورية يجب ان تعود الى سلطة نظام الاسد حتى ولو كان ذلك على حساب تدمير المدن وابادة البشر وخرق الهدن والاتفاقيات انهيار اتفاق سوتي ينذر بخلط الاوراق من جديد وعودة الصراع الى المربع الاول مع ما يؤدي اليه من تراجع الخيارات السياسية للتوصل لحلول مؤقتة للوضع شمال غربي البلاد بانتظار التسوية النهائية للقضية السورية